في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارع تم إعطاء أكثر من أربعة ملايين وسبعمائة ألف مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدى حتى يوم الثاني والعشرين من أغسطس الماضي بدميع محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة تتضمن الحملة أيضا التوعية بأهمية ومميزات الاشتراك في صندوق التأمين على الماشية وكذلك استكمال إجراءات تسجيل وترقيم الثروة الحيوانية وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة